بسم الله والصلاة والسلام ورسول الله هل فعلا وزارة التربية والتعليم هتلغي امتحانات السنوية العامة وهتستبدلها بامتحان قدرات وتخشه على طول على الجامعة؟ وإيه هيكون مصير طلاب السنوية العامة اللي مش هيحضروا الامتحان السنة دي؟ تعالوا مع بعض نشوف تفاصيل الخبر طبعا معي الفيديو للنهاية، سوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك بالقناة سمعنا طبعا إشاعات كتير بالنسبة لامتحانات السنوية العامة أنه يحصل فيها تغيير أو يحصل فيها تأجيل وفي الآخر هتستبدل بامتحان قدرات تعالوا نشوف رد وزارة التربية والتعليم طبعا وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي قال إن كل ده مجرد إشاعات غرضها تضليل الطلاب لو أنت طالب في تلتة سنة وينزله جدوى له من وزارة التربية والتعليم للسنوية العامة قال لك إن الامتحانات هتكون في لجان مؤمنة ومعقمة حسب الجدول المعلنة هيكون في تعقيم للورق وتعقيم للليجان الإلكترونية وهيكون في مسافة ما بين الطلاب وربنا طبعا يحفظ طلاب السنوية العامة طب لو طالب منكو من تلتة سنوية ما دخلش الامتحان؟ إيه اللي هيحصل؟ كده هيخش دور تاني بنص الدرجة في موعد هيحدد لاحقا أو هيعيد السنة بالنظام المعدد يبقى خلي بالك إن انت كده لو انت ما دخلتش الامتحان السنة دي هتعيد السنة بالنظام الجديد اللي هو نظام التابلت اللي هي الأسئلة المتحررة اللي بتكون برا كتاب الوزارة مفروض تلتة سنة ويمش وغدين قوي على النظام الجديد فمجرد ما بيسمعوا عنه لكن ما تدربوش عليه فأنت هتفاجأ السنة الجاية إن انت هتبقى بالنظام المعدد أو نظام التابلت ده الكلام ده لو انت تغيبت عن الامتحان السنة كانت الإشاعة اللي طلعت إن هي إلغاء الامتحانات والقبول بالجامعات بنظام القدرة دي مجرد إشاعة الصحيح إن انتها تلت سنوية زي ما هي فمعدها هتكون في اللجان هيكون في مسافات ما بين الطلاب وهيكون في إجراءات احترازية وربنا يحمي طلابنا طلاب تلت سنة يبقى دي كلها مجرد إشاعات محدش يبص أو يلتفت للكلام ده وتركزوا في مذاكرتكو وربنا وفاكو في الامتحانات حفظ الله شعب مصر العظيم شكرا لحضرتكو والسلام عليك وبركاته